الألاف من المهرجانات والفعاليات تقام ثانوياً في دولة المجار البعض منها يساعد في الناتج المحلي للقرى الصغيرة ويكون مصدر دخل هام لسكانها مهرجان جاز بيكنيك أو نزهل الجاز يقام في كل عام في بلدة بالوزوناك الواقعة في شمالي البلاد ويبلغ عدد سكانها قرابة الـ 500 شخص ومع عدم وجود صناعة سياحية في هذه القرية وفنادق فخمة فإن ميزانيتها تعتمد على مثل هذه المهرجانات كما يقول منظم هذا المهرجان ليس لدينا دعم مالي كما يحدث في المدن الكبيرة ولا أي جهة سياسية الإرادات تأتينا من بيع التذاكر والراعين المدعوين إلى هنا هذا النوع من المهرجانات يساهم في رفع مستوى الدخل في هذه القرية ومعظم الزائرين هم من الداخل المجاري يأتون الاستمتاع بالطبيعة والموسيقى رئيس بلدية بالوزوناك يقول ارتفعت أسعار العقارات هنا والكثير من السياح يأتون في كل عام فهناك خدمات جيدة وحركة للأعمال وأرباح غير مباشرة من هذه الفعاليات فالحجوزات الآن يجب أن تتم في وقت مبكر من العام لكي تستطيع الحصول على مكان جيد للإقامة خلال هذا المهرجان يجري تسويق بعض المشروبات والأطعمة التقليدية الخاصة في هذه البلدة موفدة يورو نيوز إلى مهرجان جاس بيكنيك تقول المدن الصغيرة والقرى تميل الاتخاذ التاريخ والثقافة كموضوعين رئيسيين للاحتفالات التي تقام هنا كمهرجان جاس بيكنيك هذه هي الطريقة التي كانوا يستخدمونها أثناء الاحتفالات في القرون الوسطى في المجر هناك أكثر من ثمانية آلاف مهرجان وفعالية أكثر من ثلثها تستقبل عشرة آلاف زائر مهرجان الجزيرة في بودابشت هو واحد من أهم هذه المهرجانات وتتم دعوة كبار النجوم العالميين إليه ووصلت إيرادات المهرجان في العام الماضي إلى 33 مليون يورو